ملعب الأجبال بقيادة أسطورة التدريب في الناد الآلي كابتن إبراهيم عبدالصمد وملك الأداف ملك الإجوال أحمد بلال والكل نجوم ملعب الأجبال كل التحية لأفراد ملعب أجبال الناد الآلي بقيادة محمد داكروري مخرج ملعب وستوديو ملعب أجبال الناد الآلي ومحمد بيومي ومحمد عمارة من ملعب المباراة بسم الله الرحمن الرحيم حبائي الكرام عشاق ومحب السحرة المستديرة في كل مكان متابعي شاشة قناة الناد الآلي أسعد الله أوقاتكم بكل خير من جديد تعود طائرة ملعب الأجبال لتطل علينا من جديد ونقل بث وحصر على الهواء مباشرة لقناة الناد الآلي لقمة الشباب مباراة القمة الأهلي والزمالك في ختام عام 2019 ومن اللحظات السعيدة الدائمة لجماهير الناد الآلي إنك تقفل وتختتم عام 2019 القبار على القمة منفرداً باربعة وعشرين نقطة من ثمانية اللقاءات والصغار والشباب وأجبال المستقبل ونجوم المستقبل هيستلم الراية من جديد على الصدارة باربعة واربعين نقطة الأهلي يحتل القمة كباراً وصغاراً هنشوف اللقاء النهاردة لقاء قمة الشباب مع اختلاف الترتيب وإن اختلفت المسميات واختلف الترتيب يبقى لقاء القمة بين الأهلي والزمالك له معايير خاصة له استعداد خاص له رونقه وله طبعه المميز النهاردة الكابتن عمر أنور بعد قيادة فنية في الدور الأول ومباراة من الدور الثاني فعليات الأسبوع التسعتاشر يدخل اللقاء وهو يعتلي القمة والصدارة يدخل اللقاء بتشكيل مكون من مصطفى شبير في حرصة المرمة اثنين مساكين حمد عبد المنعم وعادل لزنوم على اليمين فارس طارق على الشمال لمصطفى إلياس انتصف ملعب النادلالي عبد الرحمن أمانو وأحمد السيد قدامهم التلاتة محمد شكري محمد فاخري وليد مصطفى رأس حربة وقوة هجومية فهد جمعة جاس فني وإداري للنادلالي كابتن عمر أنور مدير فني كابتن ياسر رجب مدرب عام كابتن أحمد عبد الزاهر مدرب كابتن إهابة خميس مدرب حراس المرمة كابتن أحمد عبدالعيد مدير إداري دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق دكتور محمد حسن مخطط الأحمال أخصائي تدليك محمد السيد بينما نادي الزمالك يدخل اللقاء بتشكيل مكون من محمد فتح أندين في حراس المرمة قدامه الرباعي أحمد زكي يسيني السيد يوسف محمود وحسام حسن نص الملعب يحيا مفتاح يوسف مرعي قدامهم السلاسي يوسف علي علاء يحيا حسين فصل رأس الحربة رجدي أشرف جهاز فني وإداري لفريق نادي الزمالك كابتن أيمن عبدالعزيز رئيس كطاع النشئين وواحد من أصغر رؤساء كطاع النشئين في الكرة المصرية كرئيس كطاع النشئين مشرف فني جمال حمزة مدير فني عمر فهيم مدرب محمد إبراهيم أحمد شوقي مدرب حراس وليد إبراهيم ومدير إداري شكري حسن إداري سعيد الطيار طبيب أحمد القطان وعلاج خالد عبد الرسول على إيدنا اليمين النادي الآلي على إيدنا الشمال نادي الزمالك لقاء يديره تحكميا طاقم تحكم بقيادة حكم الساحة محمد دانياد 33 عام حكم الدرجة أولى منذ عام 2012 يعاون في هذا اللقاء أحمد الزيدان مساعد أول 29 عام حكم الدرجة أولى منذ عام 2012 والمساعد الثاني أحمد عبد المنعم 29 عام حكم الدرجة أولى منذ عام 2018 فارس طارق لأحمد السيد قادم للنادي الأهلي موسم قبل الماضي من نادي الصيد المحلة حمد شكري مرة تانية واحد من هداف في النادي الأهلي 11 هدف وهي محصلة أهداف محمد شكري وكان صاحب هدف من السلسية اللي أحرزها لعب النادي الأهلي في لقاء الدور الأول في شباك نادي الزمالك اللقاء اللي أقيم بملعب متعوبة بمتعوبة وانتهى بفوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء عادل زنوم لفارس طارق لعب موليد ألفين في النادي الأهلي وليد مصطفى خمس أهداف لوليد وأكثر لعب النادي الأهلي صناعة للأهداف بسبع أهداف يرجع لعادل زنوم كان واحد أيضا من اللي لهم نصيب في السلسية في لقاء الدور الأول التلاتة محمد فاخري وشكري وعادل زنوم ترجع مرة تانية في نص الملعب فريق نادي الزمالك ويقفل محمد فاخري وأدواره الدفاعية محمد شكري مضغوط عليه وقاء لعب بالنادي الزمالك وليد وادي الروح الرياضية لعب النادي الأهلي وليد طلع الكرة لخارج الملعب واحد لعب نادي الزمالك منالوا كل السلامة كل اللي همنا في المقام الأول هو سلامة اللعبين قادي بروح رياضية محمد فاخري لعب النادي الزمالك مع اللعب يوسف علي قادم لنادي الزمالك من نادي المصري للاتصالات اللعب يوسف علي رميد تماز لنادي الزمالك خارج يوسف علي تلقي العلاجة خارج أرض الملعب زي مولت الحضراتكم الأهلي على القمة على الصدارة برصيد 44 نقطة نادي الزمالك في المركز الخامس يعني تشابه في ظروف أيضا مسابقة الدرجة أو الفريق الأول للأهلي على الصدارة والزمالك في المركز السادس بينما على مستوى الشباب الأهلي الأول وشباب الزمالك في المركز الخامس مرة تانية ياسين السيد لعب موليد 2001 بالمناسبة لعب ياسين حسين فيصل واحد من أهم الأوراق الهجومية لنادي الزمالك رجدا أشرف يرجع مرة تانية الحسين فيصل القميس 22 يوسف علي واقع على أرض الملعب لخارج الملعب مرة تانية اشتكى من إصابة يوسف علي نتمنى له كل السلامة كل اللي همنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين هي سلامة اللعبين وادي لعب الندرالي مصطفى إلياس طمن على يوسف علي زي ما قلت لحضراتكم اللعبين دائما وابدا أصدقاء داخل وخارج الملعب الروح الرياضية عنواننا دائم وسائد بنتمنى أن نحن نشوفه في ملعبنا في كل الأوايات في كل البطولات في كل الأعمار على مستوى فريق الأول مستوى مسابقات الدورية الممتازة وعلى مستوى قطعات النشئين طبقة الروح الرياضية هي العنوان والصورة الرئيسية اللي بيبقى حريص عليها كل المسؤولين والقائمين على الرياضة كل السلامة ليوسف علي معاها الدكتور أحمد إلطان وادي كابتن محمد ناد وواحد من الحكام الأكفاء يعني بالمناسبة كان حكم رابع في لقاء المقولون العرب والإسماعيلي قال الأخير في الدورة الممتازة اللي كان انتهى في فوز نادي المقولون العرب على الإسماعيلي بادفين في موسم أكثر من رائع بيقود الكابتن عماد النحاس واحد أيضا من أبناء نادي الأهلي كان تواجد لفترة طويلة في قطاع النشئين نادي النادي الأهلي كمدير فني لقطاع النشئين حاليا بيقود نادي المقولون العرب كل السلامة يوسف علي نارضة على مقاعد أبو دلاء النادي الأهلي في هذا اللقاء أحمد طارق سليمان إبراهيم السيد عبد الرحمن سنجاب محمد مصير حمد أحمد بيسو زياد طارق ومصطفى فوزي تقدر تقول إن قيمة لعب الندلالي على أرض الملعب 11 لعب 8 لعبين أحرزوا أهداف هذا الموسم يعني 8 لعبين من إجمال 11 لعب في أرض الملعب أحرزوا أهداف والفعالية اللجومية والتنوع الهجومي اللي عند الكابتن عامر أنور مدير الفني بيقود الفريق هذا الموسم بعد قيادته لفريق شباب الندلالي موليد 97 خلفا للكابتن عادل عبد الرحمن الموسم الماضي قدر أنه يحقق بطولة الجمهورية للشباب وها هو من جديد يعود لاعتلاء وصدارة بطولة الشباب أيضا موليد 99 منذ الأسبوع الأول الأهل على الصدارة يبدأ مرة تانية وليد وليد مصطفى التحضير من وليد بعرض الملعب لمحمد عبد المناء مع أحد اللاعبين اللي قريبا بمشيه تلق مع الفريق الأول مصطفى إلياس غير تغيير تغيير ملعب جميلة عند الولد وليد مصطفى وليد يطلع فارس طاري الجبل يومنا يعلق العرضي خارج الملعب معدية إلى الركلة الركنية للنادلالي الركلة الركنية للنادلالي من الجانب الأيمن من غير ما تفكر هيروح للركلة الركنية في الندلالي صاحب القميص رقم 3 صاحب الرصيد 11 من الاهداف هو اللعب محمد شوكري هنشوف تبديل لنادي الزمالك لعب مهابة هنشوف مهابة في تبديل أول مهابة هينزل بديلا ليوسف علي نتمنى له كل السلامة ليوسف علي تكون إصابة بسيطة بمشيط الله حمد شوكري والقدم أليوسرة في أسورف على القايم الأول تلعبت التقطية الدفعية من لعب نادي الزمالك عادل زنوم عادل عنده هدفين عادل زنوم عادل زنوم هدفين محمد عبد المنعم هدف محمد السيد هدف عبد الرحمن مانو هدف شوكري 11 فخري 12 وليد 5 وفهد جمعة هدفين حمد شوكري سنائية شوكري وفخري النهاردة وهذا الموسم ودي كورة خطيرة للنادلالي لكن عند أنديل سنائية شوكري وفخري تقود فريق شباب النادلالي هذا الموسم 11 و 12 اللي اتنين بيعتلوا صدارة هدف بطولة الجمهورية للشباب موليد 99 وليد مصطفى يرجع مرة تانية عند الله بأحمد السيد التحذير لمانو مصطفى الياز الياز يلم اتقطعت الانطلاقة من مواب والأياح يا مفتاح يا مفتاح صحب القميص رقم 10 يرجع مرة تانية محمد عبد المنعم يحضر مع عادل زنم طويل الطولة العمامية يرجع ويسلم يوسف السيد لأحمد زاكي التشتيت مرة تانية من اللعب ياسين السيد يرد فرس طارق نص الملعب النهاردة هنشوف السنائيات ما بين أحمد السيد ومانو من جانب النادلالي ويحيى مفتاح ويوسف مرعي من نادي الزمالك خطوط الملعب هنشوف المواجهة والمباراة ما بين الكابتن عمر أنور المدير الفني للنادلالي والمدرب العام ياسير رجب بيقبله من ناحية تانية الكابتن عمر فايم ومحمد إبراهيم أيضا موجود معهم كابتن جمال حامزة وأيمن عبد العزيز يرجع مرة تانية عادل زينهم مأمن عادل عادل زينهم وخارج الملعب رامي التماس نزل اللعب مهاب زي مولت لحضراتكم صاحب القمين سرقة معاشرة بديلا للعب يوسف علي ترجع مرة تانية تصويبة لكن سهلة عند مصطفى شبير واحد من أكثر حراس النادي الآلي ثباتا وطأ اللقن هذا الموسم والمواسم السابقة شهادة حق تقال لواحد من الحراس اللي هيكونه خير امتداد في كرة القدم المصرية سواء للنادي الآلي أو للمنتخب المصري حمد عبد المنعم يرجع لمرة تانية لعبد الرحمن مانو مانو والتحضير والبناء عن طريق الله عادل زينهم عادل لزينهم العابة طويلة الطولة الأمامية سهلة عند الحارس حمد ده فتحي أنديل يبدأ ويمرر مع ياسين السيد التمرير لكن الضغط البرس اللي بيعمله النادي الآلي وليد لكن عادة مفتاح مر وفات عادة انطلق مر وفات عادل يقطع عادل أحمد السيد تدخل لكن حاكم اللقاء أشار باستقناف اللعب حمد فخري انطلاقة لكن لخارج الملعب علشان وقع اللعب أحمد السيد في الكرة المشتركة الأخيرة مع لعب نادي الزمالك وريح له حاكم اللقاء قادي كابتن ياسر رجب مدرب العام للنادي الآلي واحد من المدربين المميزين كابتن ياسر رجب أيوم أحمد السيد بمشيت الله مفوش أي حاجة ونستقنف أحداث اللقاء شوف الكابتن محمد دانهاد حضراتكم واحد من الحكام الأكفاء والمميزين اللي دايما بنشيد بيهم وبنشوفهم في لقاءات الناشئين وبطولات الناشئين يبقى مرة تانية والله عندنا مجموعة مميزة مجموعة مميزة من الحكام المصريين الأكفاء على الساحة المصرية وبنشوفهم في لقاءات الناشئين يعني عدد كبير ومميزة يكونوا امتداد بمشيت الله للتحكيم المصري لازم ندعم ونساند ونؤازر التحكيم المصري مرة تانية يغلط أنديل عدت مرة تانية لمحمد فخر فخر يا ولد يا ولد يلعبها ودي مش ممكن جول 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 يا وليد يا وليد يا وليد وليد يا وليد 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 مصطفى من جديد يضع هدف أول هدف أول لصاحب القميص رقم 17 ارجع تانية وليد افتكر مين قل لك تجيب هدف في شباك الزمالك وليد يضع هدف أول للناد العلي صاحب القميص رقم 17 يضع ضربة البداية لأجمل بداية لأجمل حكاية ورواية ما بين العلي والزمالك وليد مصطفى هدف الأسبقية هدف الأفضلية للناد العلي من بدري النادي الآلي اقتحم شباك الزمالك بهدفه عن طريق اللعب وليد مصطفى لكن اللمسة والضغط من اللعب محمد فخري المايسترو بتاع النادي الآلي واحد النادي الآلي وليد بيرفع رصيده من الهدف للهدف رقم 6 هيلعب راكل حرة حسين فصل حسين فصل هيلعب راكل حرة لنادي الزمال بداية في اجمل حكاية للنادي الآلي قاعدة لعبة التصويبة خارج الملعب ما عديها الى راكلة المرمى لصالح النادي الآلي هدف في اول 15 ديئة يفرق مع لعب النادي الآلي عضع النادي الآلي في المقدمة يدي الافضلية والاسباقية للنادي الآلي ومثلث برمود الاهلاوي المثلث اللي بيلعب عليه دايما الكابتن عمر انور فخري وشكري ووليد مصطفى يحقق للنادي الآلي الاسباقية بهدف اول طويلة طولة الامامية يرجع مرة تانية مهاب مهاب مضغوط عليه الارتداد السريع من لعب النادي الآلي الياز الهمسة واللمسة الاحمد السيد فارس طارق فارس الجبهة اليومنا لوليد صاحب الافتتاحية والصاحب الهدف الجميل يرجع مرة تانية وليد ويسلم لعاد اللازنهم لعب الرحمن نامانو التحضير واللعب السريع والروتيشن والتدوير من لعب النادي الآلي اول زي ما انت عايز تقول اول يرجع مرة تانية فارس سيطرة هيمنة تمرير من لعب النادي الآلي في منتصف الملعب الهدف إدى ثقة للعب النادي الآلي اكتر فخري ولمساته فخري ومساته لكن ما تكملش مطوع実 لكن النادي الآلي السريع عن يقدر يستخلص ترجع مرة تانية هذا الضغط من النادي الآن وهذا اللعب يوسف مرعي طويلة عند رجد أشرف خارج الملعب رمية التماس من راية أحمد عبد المنعم هيلعب فارس طارق أحمد السيد عايزي عدي وانطلق تلحظ لكم قادم للنادي الآن من نادي الصيد المحلة موسم قبل الماضي أحد من اللعيبة المؤثرة في قط وسط فريق شباب النادي الآلي عملية الربط وان فريق شباب النادي الآلي وربطه بالدرجة الأول والفريق الأول فرق كتير جدا مع فريق شباب النادي الآلي منذ الموسم الماضي اهتمام يعني اهتمام كبير جدا من قطاع من قطاع الفريق الأول بالنادي الآلي بفريق الشباب ممثل في الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الآلي لدائما بد اهتمام لفريق الشباب وموفر كل الأمور كل الأمور لفريق الشباب الندرالي والجاز الفني بقيادة مستر ريني فيلر هذه مرة تانية محمد فخري فخري وانطلاقاته فخري وجماله فخري القادم من غزل المحلة هدف البطولة هدف البطولة بـ 12 هدف ركلة حرة شوف محمد شوكري أي ركلة حرة هتلاقي على طول فخري وشكري الثنائي محمد شوكري واحد من اللعيبة المميزة في التزديد والركلات الثبتة حمد شوكري سبها محمد فخري وركلة حرة للنادرالي وواحد النادرالي لشيء الزمالك في قمة الشباب بطولة الجمهورية محمد شوكري الركلة الحرة للنادرالي حمد شوكري يلعب ويعلى عمد الياس عدت مرت فاتت مش ممكن يا منعب مش ممكن من محمد عبد المنعب مرت بأمان والسلام على خطة فا وحارس مرمى نادي الزمالك الأهل أخطر الأهل يكشر عن أنيابه الأهل هو الأفضل الأهل قدر يوصل لمرمى الحارس حمد فتحي أنديل في أكثر من كرة وليد مصطفى قدر يضع هدف أول للنادرالي حمد فتحي لعبها طويلة طولة الأمامية فتحي مقتصف الملعب مين هياخد الكرة التانية السلاح اللي دايما والاستراتيجية اللي بلعب عليها عمر أنور الكرة التانية للنادرالي هده التصويب لكن بلوك ادفاعي مقفولة مقفولة من منعب ودي تدخل واستضام استضام ما بين مفتاح ومحمد شكري كل السلامة هده لعب آخر من لعب نادي الزمالك واع في أرض الملعب يعني في من الأمور الخاصة ب سلامة اللاعبين اللي بيحريص عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يعني في حالة حدوث استضام ما بين اللاعبين بالرأس يعني سريعا يحق لطبيب الفريق أنه ينزل لأرض الملعب دون انتظار الإذن من حاكم اللقاء ده من الأمور المهمة جدا يعني في حالة وجود استضام بالرأس ما بين اللاعبين في أرض الملعب بيحق لطبيب الفريق أنه سريعا سريعا ينزل لأرض الملعب دون انتظار لحاكم أو إشارة من حاكم اللقاء يحيى مفتاح أعتقد أعتقد يحيى مفتاح هيغادر أرض الملعب أعتقد يحيى مفتاح هيغادر أرض الملعب قطع رأسي كل السلامة وادي وقع محمد شكري وقع اللعب يحيى مفتاح واحد من العيبة الرجالة والمميزة بالمناسبة في نادي الزمالك اللعب يحيى مفتاح لكن شايف إشارة من طبيب الفريق يحيى مفتاح عنده جرح قطعي فيه الرأس نتمنى له كل السلامة يعني زي ما قلت لحضراتكم في بداية كلاء كلامنا وحادثنا من جديد ده طائرة ملعب الأشبال بتعود علشان نختتم عام 2019 العام اللي كلنا شفنا بدايات ملعب أشبال النادي الآهلي وشفنا طائرة ملعب الأشبال بالنادي الآهلي بتحلق بنا في كل الملعب في كل البطولات في نقل حصري لقاءات مباريات قطاع النشئين كل التحية وكل المسؤولين في قناة النادي الآهلي طبعا على هذا المجود البوذل لأول مرة بنشوف لقاءات النشئين بتزاع وبتنقل في بث حصري ومباشر على شاشة قناة النادي الآهلي أو على شاشة أي قناة مصرية أمر يحسب للنادي الآهلي وقناة النادي الآهلي أيضا والتحية للكابتن أسامة حسني قائد ملعب الأشبال نحن بنسترجع التاريخ الأهداف يعني كابتن أسامة حسني دايما لقاءات الأهل والزمال لقاءات القمة لقاءات اللي بتعلم اللي بتنور مع الجماهير صح بأدفين في لقاء القمة نهائي كأس مصر 2007-4-3 الشيخ أسامة حسني بأدفين من تمريرتين من أبو تريكا وأحمد صديق صنع الانتصار والفوز للنادي الآهلي في قمة نهائي كأس المصر 2007-7 أيضا الكابتن أحمد بلال وأهدافه يعني من اللعيبة اللي سبق لها التهديف في لقاءة في مباريات القمة ودايما تقول أحمد بلال واحد من أفراد يعني الجيل الجيل المميز جيل الستة واحد كابتن أحمد بلال لحد أفراد جيل المباراة الشهيرة الستة واحد يرجع مرة تانية عبد الرحمن أمانو اللامسة ولمسة عند فاخري فاخري واحد من أفضل صنع اللعب بالقميص رقم 70 فنتاته ولمساته وتحرقاته ترجع مرة تانية لخارج الملعب ورمية التماس وراية أحمد زيدان ترجع مرة تانية إلياس إلعابها للقايم الأول لكن ترد مرة تانية خارج الملعب إلى رمية التماس لصالح النادي الأهلي يرجع مرة تانية محمد عبد المنعن يبدأ ويحضر مع فارس طارق في الجبل يومنا كل السلامة اللي يحيى مفتاح وبرجولة يحيى مفتاح قالك لا هكمل اللقاء وهلعب اللقاء دي لنوعية اللعبين اللي دايما بنول عليها يجب أن تتوفر في لعبي الأهلي والزمالك مرة تانية لعبي يوسف مرعي يوسف لحسن فصل الأمسة في نص الملعب حسن فصل اللعبة في العمق لكن الله اللي عمل صدادة عادل زنهم بالقميص ساربعة وسبعين تلعبت وانطلاق فهد جمعة فهد جمعة لكن مأمن معاه اللعب يوسف محمود يوسف يرجع ليسين السيد يسين الضغط البريسة يا شباب ده اللي بينادي بي عام رانور وليد مصطفى مقطوعة مرة تانية عند اللعب يوسف مرعي نادي الأهلي عامل ضغط عالي على فريق نادي الزمالك وبالتالي بيفقد لعبي الزمالك عملية صناعة وبناء الهجم مرة تانية محمد فخري فخري مسباص مقطوع من فخري عند رجدي رجدي أشرف لحسين فيصل لعب اللي يقدر يصنع الخطورة لنادي الزمالك فخري يلعبها أحمد السيد مأفمد يرجع فارس طارق حد من اللعيبة اللي استعام بيها من فريق الألفين الكابتن عامر أنور فارس طارق ومصطفى الياز وزياد طارق وطبعا في الأساس معهم حارس مصطفى شبير يرجع مرة تانية وليد مأدرهاش كويس لخارج الملعب خارج الملعب ورمية التماس وليد التحضير من النادي الآلي يرجع مرة تانية عادل حمد عبد المنعم الطويلة الطولة الأمامية استلم وليد مصطفى وليد ولمساته لمحمد فاخري من وضع الحركة يلعبها أرضية أرضية مش معبدية يلم ويشاتت اللعب يسين السيد يرجع مرة تانية حسين فصل لكن الضغط من النادي الآلي الضغط عالي يا جماعة الأهلي بلغة الكرة خاني الملعب خاني الملعب وبيضت على النادي الزمالك من فوق من مص ملعبه وبالتالي العملية المكان اللي تقدر تحضر فيه لبناء الهجمة اللي هي المبين قوسة 18 ودائرة السنتر الأهلي عنده أكبر عدد من اللعبين وبالتالي يا إما النادي الزمالك هيلجأ للكرة الطويلة يا إما النادي الأهلي هيقطع ويبدأ هو الهجمة فده الاستراتيجية اللي بلعب بها عمرو أنور ضغط عالي ضغط مرتفع في المنطقة اللي مبين قوسة 18 ودائرة السنتر وبالتالي خاني الملعب على لعب نادي الزمالك عامل مباراة تكتيكيا في شوطها الأول الكابتن عمرو أنور بصورة منظمة ومميزة عمرو فهيم على الصورة نظرات الترقب لهذا اللقاء حسين فصل يرجع لمهاب بعرض الملعب الضغط الدفاع اللي عامله النادي الزمالك نفس الاستراتيجية نفس الطريقة اللي بلعب بها السويسري ريني فايلر المدير الفن للنادرالي مع فريق النادرالي اللي بيصول ويقول ويتقلق وبنبارك للنادرالي على فوزه بالأمس على فريق بلاتينيوم بهدفين مقابل للاشئ وإحنا بنبارك عايزين أن احنا من خلال قناة النادرالي خلال الجماهير النادرالي ودورنا كلنا سواء كأعلمين أو كجمهور وأعظم شرف أنك تقترم باسم جمهور النادرالي نحنا كلنا نتمنى السلامة لواحد من اللعيبة الرجالة في النادرالي ولعيبة الرجالة اللعيبة اللي دايما تضرب بيها المثل في النادرالي سعد الدين سمير سعد رجولة سعد اللي احنا دايما بنقول سعد سعد يحيى سعد سعد الدين سمير نتمنى له كل السلام إن شاء الله ترجع بألف سلام وترجع أفضل وأحسن من الأول ألف مليون سلامة يا سعد إن شاء الله من اللعيبة الرجالة واللعيبة اللي بينتظرها النادي الاهلي والمنتخب المصري ولعب وقت ما دايما النادي الاهلي بيحتاجه دايما باللهي ألف سلامة يا سعد نتمنى لك كل السلامة ركل حرة لنادي الزمال كان لازم نحن ندعي لسعد الدين سمير وكل اللي لازم دورنا دلوقتي نحن نقازر ونساند ونرفع من الروح المعنوية للناعب في هذا التوقيت جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى في التوقيت وبييجي في وقته دور جمهور النادي الاهلي دلوقتي نحن نساند سعد الدين سمير حسين فصل والركلة الحرة لنادي الزمالك والحائط البشري حسين فصل تصويب لكن شبير صطفى شبير بهدوء بثقة مصطفى شبير خبرات كبيرة تسبها مصطفى شبير امتداد لحارس كبير هو الكابتن أحمد شبير خارج الملعب لمحمد شوكري مرة تانية يحيى مفتاح العابة طويلة لكن يضغط أحمد السيد يلم مرة تانية حسين فصل حسين طويلة يلجأ العابة طويلة الياز بكل قوة مركز جيد من مصطفى الياز أحد أبناء محافظة المنصورة اللعب مصطفى الياز مصطفى السيد مرغني بالتحديد الياز لعب من أبناء محافظة المنصورة ودايما دايما المنصورة واللده يعني محافظتين اللي هم تأثير كبير جدا في قطاعات النشئين بالنادلالي أو الفريق الأول يعني وعدد كبير من المحافظات لكن الشرقية والمنصورة على وجه التحديد يعني عدد كبير جدا من لعب قطاع النشئين بالنادلالي من أبناء محافظة الشرقية وأبناء محافظة المنصورة أيضا إلى جانب محافظة الأسكندرية وأبناء بقى كفر الشيخ والبحيرة وأبناء صعيد مصر لكن الشرقية والمنصورة بالذات الاتنين بالتحديد ليهم مكانة كبيرة تلعبتها طويلة لكن يرد الاب يوسف مطوع مرعي عند إيحيا مفتاح إيحيا حمد فاخري لخارج الملعب رامية التماس والله راكلة حرة يلعب مهاب مهابة وراكلة حرة لنادي الزمالك سبا هنشوف اللعب اللي على المشهد وعلى الكورة من جانب نادي الزمالك لعب رقم 26 على إيحيا يلعب ويعلق على شبير بالبوكس تصدي من شبير واحتكاك مع شبير أصفرت حكم اللقاء محمد نادي راكلة حرة لشبير آدي شبير هذا الشبلو من ذاكا الأسد آدي مصطفى شبير نظرات الترقب لمستقبل إن شاء الله مشرك مع قرة القدم المصرية والنادي الأهلي فهد جمع يرجع مرة تانية عند محمد فاخري الضغط من لعاب النادي الآلي فهد جمع فهد يطلع محمد شكري شكري العابة عرضية لكن رايا صفار تسلل على النادي الآلي رايا صفار وتسلل راية أحمد عبد المنعم وصفرت حكم اللقاء محمد نهاد أدي أحمد عبد المنعم يعني كلام والحديث في السماعات مع محمد نهاد راكلة حرة غير مباشرة رافع الإيد اليسرى الكابتن محمد نهاد يطلع مرة تانية ارتقاء من رجدي لكن عادل زنم شكري ياخد منها رمي التماس نادي الزمالك حسام حسن ولكن محمد نهاد أشار برمي التماس للنادي الآلي قرار صحيح قرار صحيح من محمد نهاد ودي رمية التماس هيلعب مصطفى إلياس فهد جمع يلمس فات هدي أداء لعيب النهاد بعد دقتين ثلاثة من هدف اللقاء يعني بعد ما الأهل أحرز هدف بدقتين ثلاثة كان عنده الفعالية لجمية هدي أداء لعيب النهاد لمهاب لنزل بديلا للعب يوسف علي مهاب لحسين هيصوب هيصوب يصوب ويسدد الوضع التشريحي للجسم غير مناسب للتزديد يا حسين واحد من اللعيب اللي دايما رجليه بتاخده على المرمى صوب وسدد ولكن بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس مصطفى شبير هيلعب مصطفى شبير عايزين نشيط أيضا بالحلقة التنظيمية الموجودة من مسئولي أمن ومسئولي فرع النادي الأهلي بمدينة نصر يرجع مرة تانية محمد شكري 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 يلعب التمريرة لمحمد فخري فخري داخل منطقة الجزاء النادي الزمالي فهد لا يصوب يصوب مش ممكن أفهد مش ممكن أفهد تقلش من فقد خارج الملعب خارج الملعب وركلة المرمى لنادي الزمالي بنلعب في 24 دي من أحداث عمر شوت اللقاء الأول والتقدم للنادي الأهلي على نادي الزمالي بهدف بهدف مقابل شيء أحرزه اللعب وليد مصطفى مرتدى لنادي الزمالي لكن يضغط وليد مصطفى لنادي الزمالي بدأ نادي الزمالي ينظم صفوفه في الدهي إلى خيرة هيلعب ركلة حرة حيثي أنه فصل بالقميص رقم 22 في نادي الزمالي ومعه اللعب رقم 6 أحمد زاكي هنشوف الركلة الحرة لنادي الزمالي حسين ورشدي أشرف وحائب بشري من أربع العديد من الندلالي سندت أحمد زاكي يصوب ويسدد لكن بعيدة تماما بعيدة لخارج الملعب ركلة المرمة هيلعب مصطفى شبير كابتن عمرو أنور طالب لعب النادي الأهلي عدم الاستعجال وضقة التمرير شبير يلعب طويلة طولة الأمامية شبير ترجع مرة تانية فهد جمعة يلمس إلياس ترجع ولكن وقف وقف على اللعب محمد فخري وخارج الملعب رميت ركلة المرمة لنادي الزمالي يرجع مرة تانية فريق الزمالي يحاول يدق موسم المابي كان لقاء قمة الشباب على ملعب النادي الأهلي كان انتهى بفوزي النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف كان أحرز هدفي النادي الأهلي أحمد الشيخ اللي بيتقلق حاليا مع الفريق الأول والنعب ميشو عمارة لعب النادي الأهلي اللي انتقل للمصرية اللي انتصالات هيلعب ركلة حرة نادي الزمالي من الجانب الايسر رايح اللعب رقم 66 اللعب علاء يحيا يلعب ركلة حرة لنادي الزمالي بيطلع حسين فيصل ورجدي اتلعبت لكن يرد محمد فخري مرتدة لو ضغط محمد شكري على اللعب ياسين السيد التمريرة مرة تانية نادي الزمالي عايز يموه مهاب يطلع بيها مهاب أشرف لخارج الملعب رقمية التماس سريعة يا وليد وليد يلعب لمحمد شكري يرجع مرة تانية وليد وليد لمانو مانو عبد الرحمن مانو يرجع ويسلم لمحمد عبد المنعم هيرجع مرة تانية النادي الزمالي يفرض اسلوب لعبه على فريق نادي الزمالي البدايات والنهايات دائما هي من سمات وشخصيات الفريق البطل حسين فيصل تلعبت مرة تانية حمد عبد المنعم العبه طويلة عبد المنعم تيرجع مرة تانية يا أحمد السيد يا ولد يا أحمد يا سيد يا أحمد موه ادي قوة الخط وسط النادي الزمالي لكن التمرير يا شباب نصبط عملية التمرير كلام اللي كان بيتكلم عليه الكابتن عامر أنور دقة التمرير حاولنا تلاشى المسباص ياسيني السيد لعب موليد 2001 واحد من اللعبة المميزة أيضا في نادي الزمالي يبدأ مرة تانية نادي الزمالي عند اللعب علاء يحيى علاء حسين فيصل أكتر لعب في نادي الزمالي اللمس الكورة لأحمد زاكي تيرجع مرة تانية عند اللعب علاء يحيى ليوسف محمود يوسف يطول عند حسام حسن استلم حسام امتصاص جميل من حسام حسن يرجع ويمرر ليه اللعب يحيى مفتاح كابتن الفريق الضغط عليه استخلاص سريع محمد فخري محمد شكري شكري يلعبها في اتجاه محمد فخري لو انطلق لو عد حمد فخري ولكن والله إلياس يلم مرة تانية حسام حسن يحيى مفتاح يلعبها طويلة في اتجاه مهاب مهاب لوحده تماما في الجانب لايمن مهاب يلم مهاب مهاب ومعه منعم مهاب ومنعم يضغط منعم استخلاص من منعم منعم رجولة منعم رجولة وواحد من اللعيبة المميزة في النادلالي ياريو مرة تانية إلياس لعبد الرحمن لعادل زينوم يعني زي موضت لحضراتكم الاهتمام من جانب الفريق الأول في النادلالي بالفريق الشباب ودائما بيبقى متواجد كابتن شعيب مدرب التحليل والحصاء في الفريق الأول بالنادلالي متواجد دايما بصورة دايما مع فريق الشباب يتابع ويكتب تأرير ويقدمها لمستر ريني فيلر عن اللعبين أيضا بيتواجد أيضا مستر ديفيد وميتشيل يانكو مدرب الحراس هذه إلياس يحضن عليها ويلم كورتو متابعة مهمة ودورية من فريق الأول لنادلالي طبعا كابتن سيدة عبد الحفيز ودوره دايما في تدعيم وتزليل كثير من الأمور لفريق شباب النادلالي يحيى مفتاح من الجانب لايمن يحيى خارج الملعب ورامية التماس لنادي الزمالك حسين فيصل يلعبها طويلة ترجع مرة تانية عبد الرحمن ممانو أحمد السيد يلعبها طويلة فتجاه فخري فخري انطلق لو لحق فخري فخري هيلحق فخري لسه في الملعب لحق والله فخري ولكن رامية التماس رايت أحمد زيدان رامية التماس لنادي الزمالك هذه واقع لعب نادي الزمالك لعب يوسف مرعي نتمنى له كل السلامة كل السلامة لمرعي يعني كل السلامة للاعب نادي الزمالك يوسف مرعي مرة تانية يبدأ اللعب يحيى لحمد زكي عند اللعب أموهب خارج الملعب رامي التماس اللي نادرالي أحمد السيد يحضر معه بالرحمن مانو مانو يرجع لعاد اللي زنم عادل يلعب الطويلة لو عدت لفاخر لو سبق طب يسند لعب يوسف ولكن سهلة للحارس أنديل مرة تانية فريق الزمالك يسين السيد يلم مهاب مهاب أشرف عايز يعد مهاب محمد عبد المنعم أفلها أفلها محمد عبد المنعم ولكن في رايا وصفارة يعني رجعها مرة تانية آدي رايا من زدان المساعد الأول هيبدأ عادل عادل زنم مع شبير شبير العادل كابتن فريق النادلالي قميص رقم 74 قميص شهداء النادلالي رحم الله شهداء النادلالي 74 رحم شهداء نادي الزمالك العشرين ورحم الله كل شهداء هذا الوطن نسأل الله العلي العظيم دائماً أن يعم الأمن والسلام على بلدنا الغالية مصر كل عام حضراتكم بخير ومصر دايماً بخير يبدأ مرة تانية حسين لكن مطوعة لعبة الطويلة فهد جمعة لكن تشتيتة طويلة عند شبير شبير العابة طويلة الطولة العمامية روح يا فخري لو ضغط فخري يسند يسين السيد لعب نادي الزمالك حمد دفات حينديل واحد النادي الآلي لازال التقدم للنادي الآلي بهدف مقابل إلى شيء تلعب الطويلة الطولة العمامية أرة تانية عادل زنم يضغط عادل برجولة يا ولدي عادل لكن أرة تانية استضام ودي الفرصة لنادي الزمالك تلعبت عند اللعب يحيى مفتاح 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 يلعب لك أنا السلام على بلوكاتك يا منعم السلام على محمد عبد المنعم يعني محمد عبد المنعم وبلوكاته يعني اللي يشوف محمد عبد المنعم يقولك ده لعيب هندبول ملوش حل يعمل بلوكات ما شاء الله اللعب محمد عبد المنعم خبرات محمد عبد المنعم هيكون خير امتداد لجيل كبير من لعب النادي الآلي في خطة فاعل النادي الآلي محمد عبد المنعم رامي التماس لنادي الزمالك زي العابة زي الركلة الركنية يحيى مفتاح يلعب على القايم الأول عدت وليد ودووره الدفاعي أحمد السيد ولمساته يرجع مرة تانية فهد جمعة الانطلاقة على أكن شر محمد ناد باستناف اللقاء مرة تانية عادل لزينهم يلعبها طويلة لخارج الملعب رامية التماس لنادي الزمالك منعطف الأخير من أحداث عمر شوط اللقاء الأول يقترب من النهاية يلعب عادل زينهم يرجع مرة تانية يوسف يرد عبد الرحمن نمانو مرة تانية محمد فاخري حسام حسن ركلة حرة للنادي الآلي شكري يرجع مرة تانية حاكم اللقاء محمد شكري لصالح النادي الآلي ركلة حرة هذا الكابتن محمد ناد يعني لحد دلوقتي مش حاسين بي في اللقاء ودايما الحكم الكويس هو اللي ما تحسش به في حكم اللقاء زي ما قلت لحضركم عندنا مجموعة مميزة من الحكام المصريين الأكفاء موجودين على الساحة وزي ما قال كابتن سيد لما بدأنا نشوف حكام الصفة في الدوري الممتاز اتلعبت اتعلقت عادل اختراق عادل يرتقي وضربة رأسها لكن سهلة في ايد الحارس محمد فاتحي أنديل بدأنا نحن نشوف حكامنا المميزين حكامنا الصفة صورة وهي المشد بدأ يظهر بشكل أوضح تلعبت مرة تانية الضغط يا شباب مطلوب تيرجع مرة تانية حسين فصل لكن النادلالي زي ما قلت لحضراتكم النهايات أول ختام أحمد السيد مهم جدا أنك ما بين البداية والنهاية تقدر أنك تكون أنت اللي فارد اسلوب لعبك وطريقتك في أرض الملعب وده اللي بيحاول يني بيه النادلالي شوط اللقاء الأول محمد شكري شكري يرجع مرة تانية محمد شكري حاكم اللقاء أشار باستقناف اللعب قال له مفاش أي حاجة تلعب الطويلة الطولة العمامية مصطفى فارس يلعب لوليد مصطفى وليد تحضر وليد مع فهد لمحمد فخري تلقان في ارقابة مفروضة على محمد فخري عب الزمالك عارفين قيمة وأهمية محمد فخري مرة تانية فارس يرجع لمحمد عبد المنعم من أبناء محافظة الشرقية عادل لزنهم أبناء محافظة الجيزة عشان يبقى بند كل محافظة حقها لفارس طارق محافظة المنصورة يرجع مرة تانية يعني الزهير الأيمن للنادي الآلي والزهير الأيسر للنادي الآلي من أبناء محافظة المنصورة شبير تقول بقى محافظة الغربية وأبناء طنطة تدهد للكابتن شبير ترجع مرة تانية عند وليد مصطفى وليد انطلق وليد ألعابة عرضية لكن سهلة وليد سهلة أوي وليد للحارس أنديل أنديل للعابة الطويلة الطولة العمامية حمد عبد المنعم أحمد السيد يا السلام يا أحمد يا السلام موه وعد لوليد مصطفى وليد عبد الرحمن مع مانو عامل عامل مبارك بيرة في نص الملعب عبد الرحمن مانو مع أحمد السيد يرجع مرة تانية مانو لفارس لعادل زينوم عادل لمحمد فاخري إلياس يرجع لشبير وعلى الأصل يدور يرجع مرة تانية عادل زينوم لشبير حاولينه الندل علي صوت اللقاء الأول بسيطرة بعيمنة لو هدف تاني مفيش مشكلة يرجع محمد شكري ركل حرة لنادي الزمالك المنعطف الأخير هنشوف خلاص زي ما قلت لحضراتكم المنعطف الأخير من أحداث ثمر شوت اللقاء الأول ترجع مرة تانية حسين فيصل حسين يلعب ويطلع لها بأحمد زاكي أحمد زاكي يلعب العرضية لكن البلوكات الدفاعية المرتدة السريعة المرتدة السريعة يا فارس يلعب لفاد جمع من طلع سرعة التحول سرعة الانطلاق لكن خارج الملعب رمية التماس للنادي الأهلي فارس طارق لحمد السيد عادل لزنه يلعب محمد عبد المنعب مبارا كبيرة من خطة فاع النادي الأهلي الرباعي فارس وعادل ومنعب وإلياس يلعب عادل زنه المطويل عند مانه يلمس مانه في اتجاه فخري لكن مطوع تيرجع مرة تانية إلياس انطلاق من اللعب مهاب 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 يرجع مهاب ويسلم يرجع مرة تانية لكن راكل حرة لنادي أزة مالك في توقيت أكثر من رائع لنادي أزة مالك يلعب راكل حرة نادي أزة مالك آخر فرص نادي أزة مالك في شوط اللقاء الأول هنشوف اللعبة والمشهد القادم هنشوف الراكلة الحرة راكلة حرة لصالح نادي أزة مالك هيلعب حسين فيصل حائب بشري من لعبي النادي الأهلي حسين فيصل حسين يلعبها لكن عادل زنم يرد مرة تانية خط تفاعل نادي الأهلي عند الله بقى مرعي مرعي ولكن لخارج الملعب خارج الملعب وركنية لنادي أزة مالك آخر فرص اللقاء وشوط اللقاء الأول بالتحديد لنادي أزة مالك وعادل حسين فيصل خصائي الضربات الثبتة لنادي أزة مالك وادي حاكم اللقاء حمد نهاد تكلم مع اللعبين التحذير لمرعي ومصطفى إلياس وادي يوسف مرعي وانشوف راكلة الركنية تلعبت وتعليت مرة تعدت وادي الضغط يشتت النادي الأهلي حمد شوكري شوكري حط جسمه انطلق شوكري طلع له فهد يا ولدي طلع فهد جمعة فهد جمعة من الجانب الأيسر فهد جمعة فهد عدى انطلق يعلق يلعب عرضية مين قاطع من مكمل المفروض ان انا قاطع من بدر وليد لعب يقطع على القائم الأول ومين يقطع على القائم الثاني مرة تانية يضغط لعبي النادي الأهلي وراكل حرة للعادي أزة مالك يلعب علاء يحيى لحسين فصل حسين واحدة والتانية علاء لأحمد زاكي أحمد زاكي التمريرة لعلاء علاء عايزي عدي لكن السلام يا فارس السلام يا فارس فارس طارق عدى وانطلق فارس طارق فارس عدى انطلق فارس طارق تمريرة من فاخري العبها طويلة لكن لخارج الملعب الى ركلة المرمى للنادي الأهلي شوت أول خلاص في ثواني الأخيرة وشبيرة يلعب ركلة المرمى للنادي الأهلي يلعب الطويلة الطولة الأمامية حمد لعب فادي جمع ومعه لعب يسين السيد الطويلة الطولة الأمامية يرد فارس طارق بعرض الملعب مع حسام حسن طويلة على حسام لكن يلحى لكن السلام يا محمد يا شكري السلام على الرجولة وفدائية من محمد شكري درامية التماث لنادي الزمالك وحسام حسن حسام يرجع مرة تانية مواب يعلق ويلعب الطويلة صافرت نهاية أحداث شوت اللقاء الأول يطلقها محمد نهاد حكم اللقاء بتقدم النادي الأهلي على نادي الزمالك بهدف أحرزه اللعب وليد مصطفى أعزائي المشاهدين أعزائي المتابعين مشاهد ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان هذا كان هو كل ما لدينا في شوط اللقاء الأول في انتظار ما سيكتب وسيكون في شوط اللقاء الثاني استراحة قصيرة ثم نعود لحضراتكم مع أحداث الشوط الثاني تقبلوا تحياتي معلقكم الرياضي فاروق صلاح ترككم في رعاية الله وأمني إلى أن ألتقيكم مع أحداث شوط اللقاء الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملعب النادي الأهلي وأحداث شوط اللقاء الثاني من مباراة الأهلي عزة مالك ضمن فعليات الأسبوع التاسع عشر لبطولة الجمهورية للشباب موليد تسعة وتسعين قمة الشباب انتهى شوطها الأول بتقدم النادي الأهلي بهدف مقابل لشيء أحرزه اللاعب وليد مصطفى في دية خمستاشر من أحداث وعمر شوط اللقاء الأول هنشوف شوط اللقاء الثاني كلا الجازين الفنيين الإيمة بين شوطي اللقاء هيبقى على إيدنا اليمين نادي الزمالك على إيدنا الشمال النادي الأهلي وليد مصطفى هنشوف شوط اللقاء الثاني وصفرة محمد نهادة حكم اللقاء هتعلن عن بداية شوط اللقاء الثاني ماذا تخبئ قارئة الفنجال زي ما قال كابتننا الكبير أسطورة التعليق الكابتن ميم الشربيني لكلا الجازين الفنيين سواء الكابتن عمر أنور أو الكابتن عمر فهيم ترجع مرة تانية أحمد السيد الندل اللي بنفس التشكيل اللي بدأ به أحداث اللقاء بيدخل أحداث شوط اللقاء الثاني إلياس عدى انطلق مر فات إلياس عرضية أرضية لكن فهد جمعة ترجع مرة تانية عند اللعب يحيى مفتاح نادي الزمالك كان عمل تبديل التراري بخروج اللعب يوسف علي للإصابة ونزول اللعب مهابة أشرف قادر حرة نادي الزمالك تقد كلا الجازين الفنين البعض تعليمات لللاعبين وتصحيح بعض الأخطاء في شوط اللقاء الأول الأهلي ابتدى حلو ونهى حلو البدايات والنهايات دي من الأمور المهمة وطبعا الكلام الفني للاستوديو التحليلي ليه الكابتن قيادة الكابتن وسامة حسني وشيخ المدربين الكابتن إبراهيم عبدالصمد وملك التوانتاشر أحمد جوال الكابتن أحمد بلال يرجع مرة تانية أحمد السيد التمريرة لمحمد فخري فخري يرجع ويمرر لوليد وليد مصطفى لأحمد السيد البداية برضو البداية للنادي الأهلي عادي اللي زينهم يرجع مرة تانية والتحضير مع محمد عبد المنعم مصطفى إلياس تمريرة في العمق ولكن بعيدة تماما مطوعة يوسف محمود يلم مرة تانية لها بموابق أشرف لكي نزل لبديل تمريرة لأحمد زاكي أحمد السيد أحمد السيد انطلق لمحمد فخري فخري يلم فخري حمد فخري لوليد مصطفى وليد يرجع ويمرر لعادل لزينهم عادل حاكم اللي قال له مفاش أي حاجة وقف لعيب النادي وليد وإنطلاق لنادي الزمالك حسين فصل حسين عايز يصوب 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 يسلام يا محمد يا عبد المنعم يسلام على حائط الصد بتاع الكرة الطيرة والهندبول لمحمد عبد المنعم شوف المشهد اللي فات ونموذج النموذج من اللاعب اللي يقفل على اتنين لعيبة أو تلت لعيبة من اللاعب محمد عبد المنعم لا أعتقد هتبقى من اللقطات المؤثرة والمهمة اللي يتكلم عليها للستوديو التحليلي لقناة النادي العلي محمد عبد المنعم البلوكات الدفعية اللي بيعملها ما شاء الله على محمد عبد المنعم يا جماعة تلعبة الطويلة الطولة الأمامية يرجع مرة تانية فقد يلمسها عند محمد فخري لو لمس فخري يلعبها لمحمد شكري اللمسة اللمسة لكن يا ولد محمد فخري مش ممكن يا راجل مش ممكن يا محمد يا فخري عملها عملها محمد فخري ولكن ولكن كادت أن تسكن المرمى والشباك مرت بأمانة وسلام على مرمى الحارس محمد فتح أنديل ترجع مرة تانية البداية البداية الحلوة من لعب الندرالي شبير العبها طويلة شبير يمرر اللعب يحيا مفتاح اللعب يوسف محمود ولكن عند شبير شبير بكل هدوء بكل ثقة يتعامل مع اللقاء في التعليمات في التوجيه للعب الندرالي عادل لزنهم أحمد السيد العبها طويلة يوسف مقطوع لحسين فصل حسين لوحده تماما مع منعم يا السلام يا منعم يا السلام يا منعم يا السلام أقول زي ما انت عايز تقول أقول على محمد عبد المنعم لانطلاق يا وليد يلجع مرة تانية الفارس طاري فارس حمد فخري فخري يعلى ويلعب العرضية الرأسية من اللعب ياسين ياسين قرر تانية أحمد السيد حسين فصل حسين مواب أشرف من الجانب لايمان يرجع مواب ويلام يحيى مفتاح يحيى يرجع ويمرر مع حسام حسن ليوسف غير ملعب لأحمد زكي الضغط يا وليد أحمد زكي أحمد زكي يلعبها مقطوع مسباص فخري يا ولد فهد جمعة لف يرجع لمحمد شكري شكري عايز يغير ملعب يغير ملعب جميلة السلام على التخيرة السلام على الاستلام والامتصاص والجمال من محمد فخري اللي فارس طاري فارس يرجع ويموه فارس مرة تانية لمحمد فخري التمريرة لأحمد السيد على المغمض أحمد السيد مشي ركلة حرة للنادلالي ركلة حرة لصالح للنادلالي لصالح اللي أحمد السيد قادي ياسر رجب المدرب العام للنادلالي يطالب لعب للنادلالي بالهدوء قادي محمد فخري وجايله محمد شكري هيلعب محمد شكري هل في المرمى ولا هيعلقها أحد اللاعبين من الندلالي حمد شكري والركلة الحرة للنادلالي حمد شكري يلعب يعلق لكن التغطية الدفاعية مرة تانية اللمسة لخارج الملعب ركلة المرمى يلعب حمد فتح أنديل مرة تانية ياسين السيد فارس طارق مأمن فارس هيرجع لشبير شبير 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 لعبة طويلة محمد فخري يشتت لخارج الملعب محمد فخري وآلاعب من نادي الزمالك نتمنى له كل السلامة اللعب ياسين السيد محمد محمد أنا بقول لحضراتكم يعني بقول لحضراتكم يعني مش عايز انسحد أحد الحكام ولكن في حكام مميزة وخالد جمال الغندور حكام ومجموعة مميزة زي ما قلت لحضراتكم بنشوفها لعب يوسف أسامة رقم 14 هيبقى ورقة بديلة قادمة لنادي الزمالك يوسف أسامة لعب نادي الزمالك والورقة البديلة اللي بيفكر فيها الكابتن حكم اللي بيفكر فيها الكابتن عامر فايم خرج أحمد زاكي ونزل اللعب يوسف أسامة بالمناسبة واللعب يوسف أسامة نبي ونجل الكابتن أسامة نبي يلعب شو بير مرة تانية شكرا يضغط عليك راك لحر نادي الزمالك يوسف أسامة لعب مجل الكابتن أسامة نبي يعني كان واحد من اللعبين اللي في فترة من الفترة قريب جدا وهو ضمن الصفوف نادي أمبي من الانتقال للنادي الأهلي يعني محمد فاخري انطلق فاخري فاخري مش بعرض الملعب فاخري التمريرة لوليد مصطفى وليد وليد التمريرة عايز لعب الفارس لكن أفل عليه قادي يوسف أسامة واحد كان قريب من الأحداث يعني كان يوسف أسامة قريب جدا ننتقل للنادي الأهلي وهو في صفوف نادي أمبي ترجع مرة تانية عادل لشوبير شوبير العباء طويل الطلالة الأمامية يوسف أسامة استلم العباء جاي من التسلل راية صفارة راية أحمد عبد المنعم وصفرت محمود محمد نهادة حكم اللقاء هذه الراكلة الحرة للنادي آمل كابتن عمر أنور يوجه تعليماته للعاب النادي لازال النادي في الصدارة وفي المقدمة بهدف من توقيع اللعب وليد مصطفى تلعبت الطويل الطلالة الأمامية مرة تانية حمد شكري العب في العمق لكن مطوع مرة تانية ترجع مرة تانية لخارج الملعب رامي التماس ومصطفى إلياس إلياس ورامية التماس للنادي الآلي هيلعب هيلعب فيهدي جمعة لمحمد فخري موه فنتاته تحرقاته لمساته قادل فنتاته ودي التغيير الاتجاه من محمد فخري يرجع مرة تانية مواب مواب طويلة طولة الامامية التمركز جيد من فارس فارس شبير فاش اي حاجة حاكم اللقاء قال له مفاش اي حاجة بيطالب جهاز الفني للادي الزمال براكلا حرة غير مباشرة لكن حاكم اللقاء اشار بستقناء في اللعبة محمد نياد وليد يضغط مرة تانية نادي الزمالك على اي حياة المفتاح لكن الضغط ادي محمد عبد المنعم منعم رجولة منعم قوة ومحمد شكري ركلا حرة على النادي العلي صالح لاعب نادي الزمالك حسين فيصل موه وعد ابرز اللعبين في المسلسة لجوم النادي الزمالك اتلعبت لكنها سلامة على ادوار احمد السيد مصطفى الياز التمريرة لمحمد فخري يرجع لمحمد شكري شكري حاول يموه ويرجع النادي الزمالك مرة تانية تمريرة احمد السيد عبد الرحمن يضغط مانو السلام يا مانو يلعب لفارس طارق فارس لوليد مصطفى وليد وليد مش وليد حمد فخري فخري عايز يصوب هيصوب يصوب ويسدد تزديدة لكن بعيدة تزديدة بعيدة المدى من محمد فخري لخارج الملعب يبدأ نادي الزمالك ويموه مرة تانية يحيى لكن الضغط عليه يلعب من مرة واحدة يحيى حمد عبد المنعم يلعب للياس لكن لخارج الملعب عرامية التماس أحمد عبد الزاهر في المنطقة الفنية لندرالي هذا الكاتن عام رفاهيم وتعليماته للعب نادي الزمالك هيلعب مرعي يوسف مرعي يرجع مرة تانية محمد فخري وادي رامية التماس والله الركلة الحرة أشهر أحمد عبد المنعم أحمد عبد المنعم ركل حرة لصالح نادي الزمالك تلعبت من حسام المواب مواب يرجع مرة تانية ليه اللعب يحيى مفتاح يحيى انطلق يحيى مفتاح يرجع مرة تانية عند اللعب علاء يحيى علاء عايز يعدي لكن السلام يا وليد رامية التماس لصالح النادي العلي راية من زيدان رامية التماس يلعب فارس طارق قدي الكابتن ياسر رجب تلعبت يلمس فهد جمعة ليه يوسف مرعي مرعي يرجع ليسين السيد يحضر مرة تانية يوسف محمود لازال التقدم للنادي العلي على نادي الزمالك بهدف مقابل شيء ضم حسام حسن لعمق الملعب وقلب الملعب يضغط مرة تانية فارس لكن حلو التمركز الدفاعي والانتشار الجيد من لعب النادي العلي في منتصف ملعبهم شبير 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 العبها طويلة في اتجاه وليد يطلع علاء لكن فارس طارق يحط جسمه يا ولد فارس ويخد منها رمي التماس إنها دولالي سلام يا وليد سلام يا وليد أحمد السيد يغير ملعب عند محمد شكري شكري وحسام حسن لكن يلحق حسام ويلم كورته ويلعب مع يوسف محمود يوسف طويلة طولة العمامية حسين فيصل كتمها يا ولد حسين حسين فيصل أيزي لم ويعدي لكن مع محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم قاطع وقافل وراكلة حرة على محمد عبد المنعم ركلة حرة لصالح نادي الزمالك على محمد عبد المنعم الرادار الرادار النادي الاهلي والله محمد عبد المنعم طاقت وعمل مباراة كبيرة النار ده والله محمد عبد المنعم هذا الراكلة الحرة ويحيى مفتاح قميص رقم عشرة في النادي الزمالك هيلعب يحيى مفتاح يحيى مفتاح والركلة الحرة لنادي أزة مالك يلعب هاو يعلق داخل منطقة الجزاء ردت مرت وديت تصويب ودي هدف هدف التعادل لنادي أزة مالك عن طريق لاب يوسف محمود وسط غفلة يضع هدف آدي يوسف محمود يضع هدف التعادل لنادي أزة مالك هدف أول لنادي أزة مالك بتوقيع لاب يوسف محمود واحد النادي إلالي واحد نادي أزة مالك واحد واحد لقاء هيحلوه أكتر لقاء هيزيد متعة وإثارة من لعبي الفريقين عادل لزنهم يلعب الطويلة يرد فهد جمعة هدف وسط غفلة من لعبي النادي إلالي مرة تانية محمد فخري لمحمد شكري شكري يعلق يلعب العرضية عدد فهد جمعة فهد 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 يصوب ويسدد مش ممكن لكن خارج الملعب ركنية من النادي الأهلي هيكثف النادي الأهلي من ضغطه وعادي الركلة الركنية محمد فخري والركنية لصالح النادي الأهلي ركنية واحد واحد الأهلي والزمالك والزمالك في قمة بطولة الجمهورية للشباب هيلعب محمد فخري يلعب ويعلىها بعيدة لكن يرد الياس مرة تانية عدت مرت ولكن حاكم اللقاء أشار باستناف اللاب محمد فخري فخري يلعب لعادل عادل يشيلها مع محمد فخري يرد مرة تانية لخارج الملعب والركنية ركنية لصالح نادي الأهلي ومحمد فخري على الكورة الركنية من الجانب لايسر بالقدم اليوم الكورة اللي فيها سوير في الداخل المرمى محمد فخري يلا يا فخري يلعب ويعلى عرضية جميلة دلارتقاء وددربة الرأس ولكن لخارج الملعب ركلة المرمى لصالح نادي الزمالك واحد واحد الأهلي والزمالك في قمة الأسبوع التاسع عشر لبطولة الجمهورية للشباب موليد تسعة وتسعين وادي حارس نادي الزمالك محمد فتح أنديل رايح له حاكم اللقاء حاول يهدي الملعب يعني بعد ما فريق أحرز هدف لعب محمد فتح أنديل حاول يستغل هذا التوقف جاز الفن للنادل آلي في توجيه بعض تعليمات للنعاب النادل آلي يبق محمد فتح أنديل بدأوا لعب تلعب التطويل الطلالة العمامية ترد مرة تانية فارس خد منها رمي التماس النادل آلي هيلعب فارس طارق فارس دور على وليد وليد لفارس يضغط يحيا مفتاح علاء يحيا علاء يلعبها في اتجاه حسين فيصل حسين فيصل حسين يلم حسين لكن يضغط عادل لزنهم يلعبها طويلة تجاه محمد فخري يلمس فخري عند فهد جمعة فهد جمعة ركل حرة للنادل آلي دفع من اللعب على إيحيا وركل حرة لصالح النادي آلي تلعبت سريعة محمد فخري استني فارس يلعب مع فارس لفخري هدوى التانية فخري انطلق مرة فات ركل حرة أشار بقى تحت الفرصة محمد ناد يرجع مرة تانية فارس يضغط عليه من مرعي مرعي بكعب القدم من مرعي لخارج الملعب بورة كبيرة أيضا من يوسف مرعي معارض الملعب حمد عبد المنعم لأحمد السيد لأحمد العابة عند إلياس إلياس وحسام حسن مباراة تانية مباراة تانية يا جماعة في الجانب الأيصر للنادل اللي ما بين إلياس وحسام حسن حمد شكري 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 عايزي لم عايزي عند لكن اتقفل عليه والضغط عليه ارتد السريع لنادي الزمالك الزمالك عنده سرعة تحول دلوقتي في شوط اللقاء الثاني من الحالة الدفاعية للحالة لجومية محمد عبد المنعم حط جسمه يلم كورته محمد عبد المنعم منعم كل هدوء منعم وكل ثقة إلعابها طويلة تجاه محمد شكري شكري يلمش شكري لكن اتلعبت اللي نادي الزمالك وردتاني عادل لسه معها لعب نادي الزمالك يحيى مفتاح يلم وليد 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 مرة تانية مع فاخري الوليد استني إلعابها طويلة في اتجاه فهد جمعة يلا فهد فهد جمعة فهد فهد عز عد فهد لكن مضغوط عليه وقع لعب من نادي الزمالك لخارج الملعب قام لعب نادي الزمالك فش أي حاجة لعب مرعي يوسف مرعي يلعب فارس لعادل لأحمد السيد يضغط مرة تانية النادي الآلي يلا يا فاخري اللمس لأحمد السيد أحمد السيد وهذه التشتيت بفدائية من لعب نادي الزمالك فارس طارق وحسين فصل يلمس راكل حرة لصالح نادي الزمالك معها قرار معها كارت انظار للعب فارس طارق انظار وراكل حرة لصالح اللعب حسين فصل هيقوم بالسلامة حسين ويسين السيد تعادل الإجابي هدف لكل فريق الأهل والزمالك عام رفعين في المنطقة الفنية تعليمات والتوجهات اللعب نادي الزمالك يلعب ياسين السيد يلعب طويلة طولة العمامية يرجع مرة تانية مانو مزدوجة خلفية لكن ترد مرة تانية عند اللعب إلياس يشتت إلياس لخارج الملعب ورهمية التماس اللي نادي الزمالك أفل اللقاء بعد الهدف اللي أحراز ونادي الزمالك وهدف التعادل يبدأ مرة تانية محمد شكري يلعبها لمحمد فخري 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 لمانو عبد الرحمن مانو طلق مانو مانو يلعب لفهد جمعة مصطفى إلياس بعرض الملعب لمحمد عبد المنعم يرجع يبدأ مرة تانية لعب الزمالك بتنزل تحت الكرة هذا الفرق ما بين استراتيجية اللي بلعب بيه عمر فهيم لعبة نادي الزمالك في حالة وجوده الكرة مع لعب نادي الزمالك بينزل اللعبة كلها تحت الكرة بينما نادي الزمالك والكرة مع لعب نادي الزمالك بيعمل ضغط عالي أو ضغط مرتفعة لعبة العرضية هناك عند وليد وشكري وليد استلم يا وليد استلم وليد وليد يرجع مرة تانية ليه فارس طارق فارس لمحمد فخري فخري ماشي فخري يلا يا فخري حب من اللعيبة اللي قدر يخلص لك اللقاء في أي وقت تمريره مرة تانية قد محمد فخري يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد كمل يا رجل قرار التسديد يا راجل خد قرار التصويب يا راجل مش ممكن عادل زنهم عادل انطلق عادل يلعب لوليد لكن يشيل مرة تانية فهد جمعة يصوب ويسدد يا ولد يا ولد يا ولد تصويبها وتصد راعي من أنديل ترجع مرة تانية من وضع الحركة فارس يلعبها يعلى العرضية في المرمى مش ممكن حسام حسن من قلب المرمى غارات جوية من لعب النادراه العرضية حط راجل لكن مش ممكن يمسك فاتحة أنديلة ضغط من النادراهلي ضغط من النادراهلي وتقلق وبسالة من الحارس أنديلة وتقلق من حسام حسن منعم مرة تانية راكلة حرة ولا رايا وصفارة رايا وصفارة راكلة حرة راكلة حرة للنادراهلي غير مباشرة وقع لعب نادي الزمالك يرجعها مرة تانية حاكم اللقاء لعب مهاب أشرف نزله طبيبة نادي الزمالك من ناله كل السلامة كل اللي همنا في المقام الأول هو سلامة اللعبين محمد فخري بقول لحضراتكم واحد من اللعبين اللي يقدر يصنع أو يرسم الشكل الهجومي للنادي الأهلي يعني وماشى وماشى تانية محمد فخري يعني على رأيي أسطورة التعليق المصري والعربي كابتن الكبير الكابتن ميم الشربيني ودايما بنستمد من الكابتن الشربيني أو المعلقين العظام والقبار في كرة المصرية طبعا واعتنسى الكابتن لطيف بالكرة جوان ولا خطورة القادمون من الخلف للثعل برحمة الله عليه حماد أمام واعتنسى ميم الشربيني برأسية كبير الهدفين وآخر حبات عن قود الموهوبين واعتنسى الكابتن باكر بأفشاته وإفهاته واعتنسى عدليابرجاو الصورة ومحطة مصر والراجل اللي بيشرب سجارة في البلكونة قمم رحلت عن عالم التعليق وطرقت في القلب ذكراها أبقيت إلى الآن تتغنى الآذان بصداها المدارس والنجوم والمعلقين القبار اللي تعلمنا على أديهم وأطبقى دايماً وأبداً مدرسة التعليق قصري لها الطابع المميز تبديل للنادلالي بنزول مصطفى فوزي حد أبناء الضميات هينزل بديلاً لفهد جمعة قادي مصطفى فوزي بالمناسبة هو شقيق محمد فوزي حارس مرمى نادي الإسماعيلي واللي كان أحد لعب يقطع النشئينة بالنادلالي تلعبت مرة تانية عدت مرة ترجع عند يحيا مفتاح عادل يا ولد يا السيني يا فصل عد حسين فصل شلها عد ومر وفات حسيني العب أب عرض الملعب أحمد السيد لكن يا ولد يا ولد يا شبير 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 دائماً في الموعد دائماً في المكان والطايمينج المناسب مصطفى شبير يتقلق في توقيت نموذج نموذج للخروج من حارس المرمى الحارس المميز مصطفى شبير تلحضركم امتداد امتداد لقيمة وعظمة مصطفى امتداد لقيمة وعظمة الكابتن أحمد شبير هادي مصطفى شبير مستقبل النادي الأهلي موجود على ملامح ووجوه لعبي النادي الأهلي هارد موجود يتابع لقاء الكابتن إكرامي مشرف العام على حراس المرمى بقطاع النشئينة بالنادي الأهلي يرجع مرة تانية نادي الزمالي وبروح رياضية يرجع لشبير يرجع مرة تانية اللعب مصطفى شبير ترجع مرة تانية عند وليد مصطفى يرجع مرة تانية في هارس طارق يعني المدعبات ما بين الكابتن محمد إبراهيم درب العام لنادي الزمالي أفراد المتواجدين داخل ملعب النادي الأهلي هو بيقول بناخد بطولاتنا حلال ماشي يا كابتن محمد ركلة حرة لصالح نادي عز مالك لصالح اللعب علاء يحي هادي علاء وقع في أرض الملعب نمناله كل السلامة نازل جاز طبي دكتور أحمد القطان طمن على علاء نمناله كل السلامة تعليمات لازالت مستمرة حاكم اللقاء بيطالب برجال الإسعاف لإسعاف اللعب وخروج اللعب لطلق العلاج خارج أرض الملعب تعادل إيجابي ما بين الأهلي والزمالك في قمة مباريات بطولة الجمهورية للشباب يعني لو استعرضنا مشوار الفريقين الأهلي لعب 18 لقاء فاز في 13 لقاء تعادل في 5 لقاء لم يهزم النادي الأهلي ما شاء الله أقوى خط وجوم برصيد 43 هدف عليه 15 هدف مركز الأول ب44 نقطة وزي ما قلت لحضراتكم تشابه وعادي الكابتن سيد عبد الحفيز بقول لحضراتكم موجود في أرض الملعب بيتابع اللقاء سيد عبد الحفيز امتداد امتداد لجيل عظيم من مديري الكرة على مدار التاريخ النادي الأهلي يعني أسماء كبيرة وأسماء الصنعة تاريخ للنادي الأهلي ودائما قوة الجهاز الفني للنادي الأهلي بتكمن ويكون من أهم الأمور فيها هو مدير الكرة عدت مرة حط يا راجل جول 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 محمد فخري محمد فخري الهدف 13 يا حبيبي محمد فخري والهدف الثاني للنادي الأهلي انطلاقة واستفاقة وعرضية جميلة ومحمد فخري بالقدم اليسرى أضع هدف الإفاقة والاستفاقة وهدف الثاني للنادي الأهلي السلام يا فخري محمد فخري يسجل هدف للنادي الأهلي ابن من أبناء غزل المحلة ابن من أبناء غزل المحلة محمد فخري ودايما يعني ببقى حريصي وأنا بقول لحضراتكم اللاعب باسم المكان والمدينة أو المحافظة اللي هو منها لازم ننسب الفضل لأهله لازم زي ما تكلمنا على مدينة المنصورة ومحافظة الدهلية والجيزة واتكلمنا على محافظة دميات وأبناء دميات ودي محمد فخري ابن من أبناء محافظة الغربية ومدينة غزل مدينة المحلة واشو بير زي ما قلت لحضراتكم الكابتن سيد عبد الحفيز اللي أضاف الكثير يعني جزء من قوة الجازي الفني اللي النادرрон الي دايماً بتكمل في مدير الكرة يعني على مدار التاريخ النادرالي أسماء عظام يعني أسماء حدث ولا حرج تكلم على كابتن محمود مختار التتش بتتكلم على الكابتن عزة أبروز بتتكلم على الكابتن صالح سيليم تكلم على الكابتن حسن حمدي بتتكلم على الكابتن محمود الخطيب بتتكلم على أسطير ورحمة الله عليه رحمة الله عليه الكابتن سابت البطل رحمة الله عليه الكابتن سابت البطل واخيرا وليس اخيرا كابتن سيدة عبدالحفيز اللي اضاف نوع جديد ولزة جديدة ومتعة جديدة لمنصب مدير الكرة في النادي الالي يعني حط له حاجة بماركت سيدة عبدالحفيز وقت ما كان الجميع بيقولك النادي الالي بعيد عن الدولي وقت ما الجميع كان يقولك النادي الأهلي في المنطقة الدافئة سيدة عبد الحفيز كان يقول الليلة طويلة خليك هادي وخليك بارد واستنى الليلة طويلة ومع النادي الأهلي أوعى تحلم بحاجة أنت ما تقدرش تحققها في النهاية إدى اليقين لعب النادي الأهلي استمد لعب النادي الأهلي اليقين من وجود مدير كورة بحجم سيدة عبد الحفيز وإدر النادي الأهلي يحرز دوري هو من أجمل الدوريات في تاريخ النادي الأهلي دوري يحسب لمجلس قدارة النادي الاهلي بقيادة الأسطورة محمود الخطيب اللي نقول له حمد الله على السلامة ربنا يتم شفاك على خير الكابتن محمود الخطيب ومجلس قدارة النادي الاهلي وزير عالي الوزير العامري فاروق وأفراد يعني مجلس قدارة النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي وعا تنسى جمهور النادي الاهلي وعا تنسى درعه وعا تنسى سيفه جمهور النادي الاهلي اللي دايما وقت ما تحتاجه دايماً بنلاقيه جمهور النادي الأهلي الجمهور العظيم هو عظمة النادي الأهلي دايماً في جمهوره ركلة حرة لنادي الزمالك والإفاقة والاستفاقة والهدفين للنادي الأهلي اتنين وواحد للنادي الأهلي يحيى مفتاح يعلق ولعب العرضية وادر رأسية خارج الملعب معدية إلى ركلة المرمى ركلة المرمى لصالح النادي الأهلي طبعاً في وسط مدير الكرة اللي احنا قلناه في أسماء عظيمة وأسماء عظام تولت هذا الأمر طبعا ساشي الكابتن محمد رمضان أيضا نجوم كتير يا جماعة والتاريخ لا ينسى التاريخ لا ينسى وجمهور النادي الآلي أبدا لا ينسى وبطلات النادي الآلي دائما وأبدا لا تنسى ترجع مرة تانية حمد شكري يرجع أحمد السيد وياخد ركل حرة والقصة يا جماعة زي ما قلنا قصة مش قصة كم بطولة ولا كم إنجاز ولا كم مكاس قصة والحدوتة والحكاية في فريق جمهوره عاش مرفوع الرأس جانب من الحضور في هذا اللقاء تقدموا الكابتن فتح مبروك رئيس كطاع النشئين بالنادي الآلي عميد أحمد ياب النحاس مدير فورع النادي الآلي بمدينة نصر عميد محمود حزين مدير أمن النادي الآلي بمدينة نصر كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الآلي وكابتن هشام حنفي الكابتن إقرامي وأفراد ده منظومة قطاع النشئين بالنادي الآلي محمد فاخري استلم محمد فاخري دنجراس بلاي يا كابتن محمد يا نهاد ترجع مرة تانية وليد وليد يلعبها يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد جول مش ممكن ترجع مرة تانية رايا وصفارة يا شكري لكن احتسب ايه احتسب راكلة مرم احتسب راكلة المرم حمد نهاد يرجع مرة تانية نادي الزمالك حسام حسنة رتم اللقاء بقى أسرع رتم اللقاء بقى أجمل اتلعبت حسام ومنعم حسام ومنعم منعم تطمن تطمن انت مع محمد عبد المنعم تطمن محمد عبد المنعم معاك خارج الملعب وراكلة المرمى يلعب مصطفى شبير شهد تاني اتغير ادري الزمالك يرجع للقاء بأدف التعادل لكن سريعا ابن غزل المحلة حمد فخري وضع هدف تاني علشان يرجع مرة تانية التقدم للنادي الآليم حمد فخري 13 هدف وهدف بطولة الجمهورية للشباب حمد عبد المنعم سلاح الأمان والله زمان يا سلاحي ترجع مرة تانية عند أحمد السيد في الجانب الأيسر أحمد السيد استفى إلياس يعلق يلعب العرضية يمسك أنديل كل السلامة للأسطورة الكابتن الخطيب حمد الله على السلامة أبيبه بغور النادي الأهلي وأبناء النادي الأهلي في كل مكان قولك الخطيب بالنسبة لنا مش مجرد مش مجرد أسطورة ولا مجرد لعب خطيب بالنسبة لنا يعني مرحلة عشق الخطيب هو اللي علمنا عشق كرة القدم واحد من النجوم اليوم السبب كبير جدا من أسباب شعبية النادي الأهلي الخطيب قيمة الجملة تكفي عارض تانية خارج الملعب إلى ركلة المرمة لصالح النادي الأهلي هيلعب بقى شبير شبير تداد لحمد شبير يعني من الحكايات الطريفة كابتن شبير أول ما تم يعني كان عنده امتحانة بالمناسبة وأول مباراة تم يعني اخباره أنه يكون موجود في تشكيل ويبقى حارس مارمان نادر آلي كانت أمام فريق الأوليمبي السكندري والله زمان يا أوليمبي والله زمان الأوليمبي والترسانة والمنصورة يعني فرق الشعبية يعني اللي كابتن شبير يعني تم إبلاغه أنه يكون حارس مارمان نادر آلي في مباراة الأوليمبي والنادي آلي ساب الامتحان ساب الامتحان وما حضرش الامتحان يعني علشان يكون موجود تقول له يا كابتن شبير تسيب الامتحان قال لي أسيب وأسيب الدنيا كلها عشان خاطر النادي آلي هذه مصطفى شبير يلعبها طويلة طويلة طولة الأمامية تيرجع مرة تانية يحيى مفتاح يرجع مرة تانية يوسف أسامة يوسف أسامة نبيه عدى انطلق لكن منعم منعم اتطمن انت مع منعم يعني مقولة خلاص يا جماعة اتطمن انت مع منعم ودي منعم صمام الامان للنادي الاهلي مع مصطفى شبير قادي محمد عبد المنعم فرما ما شاء الله ربنا يحفظك يا منعم قادي منعم بالمماثبة يعني محمد عبد المنعم جه للنادي الاهلي من اختبارات النادي الاهلي باستاد جمعة الزأزي يقول لحضركم القصص يعني محمد عبد المنعم تم اختياره من اختبارات النادي الاهلي باستاد جمعة الزأزي يرجع مرة تانية محمد انديل آدي منعم عبد الرحمنة مانو مانو الياس وليد مصطفى وليد وليد لكن ياخد ركلة حرة هو بالمناسبة يعني بحضر بيتكلم على اللعبين والبداية مصطفى الياس الزهير الأيسر اللي كان اختاره يعني مصطفى الياس كان لعب من أكاديمية النادي الآلي بالمنصورة اللي كان بيتولى الهدارة الفنية لها ومدير عامل كابتن سيد عبد الحفيز مصطفى الياس هو أحد اختيارات السيد عبد الحفيز لتلعبت العرضية هادي مصطفى فوزي فوزي يصوب يا ولد تصويبه لكن تعلي خادها من تحت الفوق الياس كان أحد اللعيبة اللي اختارها ورشحها السيد عبد الحفيز كابتن سيد عبد الحفيز للانضمام لقطاع النشئين بالنادي الآلي من أكاديمية النادي الآلي بالمنصورة مرة تانية رافض من الرافض الأساسية لإمداد قطاع النشئين بالنادي الآلي لأكاديمية النادي هادي شوف انذار وادي رجدي راكلة حرة وهدي انذار لهي اللعب هادي الراكلة الحرة للنادي الآلي كل السلامة لعبد الرحمن نمارو عبد الرحمن نمانو كل السلامة لمانو وادي وادي واقع لاعب النهر الآلي يتمنى له كل السلامة بيقومه محمد نهد هيوم اللعب أمانو وادي محمد نهد حتى لأن يدير اللقاء بكفاءة عالية محمد نهد عادل لازنهم يلعب لفارس فارس طارق فارس يرجع مرة تانية مش وعد يلعب فارس ترجع السلام يا فخري السلام على الانتصاص السلام على الاستخلاص وادي محمد فخري بروح رياضية محمد فخري هذه السلام لا لا شفت يا جماعة لا يعني يعني اللقطة مش حلوة اللقطة مش حلوة يا جماعة يعني لعبت النادي الليلة طلعتها علشان لعب نادي الزمالك. لقطة. لقطة. ما لهاش اي لازمة خالص يعني. ما لهاش اي لازمة خالص. ادي. ادي الاهلي يعني مش هدا يا جماعة يعني. نرجع يقولك بطولات حلال وبطولات حرام. يعني نرجع. لعب للنادي الاهلي محمد فخري شاف ان لعب نادي الزمالك مصاب في ارض الملعب. اما طلع الكرة. وهي كانت يعني هجمة للنادي العلي طلع يعني بعيدا عن الروح الراضية لعب نادي الزمالك لعب واستقني في اللعب علشان كده غضب الكابتن عمرانور وافراد الجازي الفني في النادر العلي يرجع مرة تانية شو بير يمسك كورتو الحارس مصطفى شو بير لعاد اللازينهم اتنين النادر العلي واحد الزمالك فارد سيطرتو مرة تانية النادر العلي على شوط اللقاء الثاني خارج الملعب ارامية التماس هنشوف تبديل لعب زيادة طارق يرجع مرة تانية واضغط النادر العلي مصطفى فوزي زيادة طارق ورقة بديلة هينزل هنشوف هينزل بديلة لمن درامية التماس وهنشوف التبديل للنادر العلي هادي زيادة طارق لعب النادر العلي موليد الفين الحاوي زيادة طارق واحد من اللعيبة المميزة والمهمة في النادر العلي ودايما جماهير النادر العلي تقول لك لسه لسه يامة في الجراب يا حاوي لسه يامة في الجراب يا حاوي توضيح يا جماعة حاوي مش ساحر هادي الكابتن سيدة عبد الحفيز وادي العميد ده محمود حزي مدير أمن النادر العلي بالمناسبة كان أحد أبناء قطاع النشئين بالنادر العلي عميد ده محمود حزي مدير أمن النادر العلي كان واحد من أبناء قطاع النشئين بالنادر العلي جماعة تواجد في النادر العلي مش مجرد أنك بتأدي وظيفة أي فرض بينتمل منظومة النادر العلي أمر بالنسبة لك مش مجرد أن أنت بتأدي وظيفة هي مرحلة عشق الجميع بيعمل في خدمة الكيان كيان النادي الأهلي شاء من شاء وأبى من أبى يأتي من يأتي ويرحل من يرحل ويبقى النادي الأهلي هو النادي الأهلي لمدار التاريخ عظمة وشموخ النادي الأهلي قال علم ولن تغيب عنها شمس البطولات مرة تانية لخارج الملعب رامية التماس لحضراتكم قلعة هي دائما وأبدا لم ولن تغيب عنها شمس البطولات وجيل بيسلم جيل وهي قلعة النادي الأهلي قلعة الأبطال ليوم عرفنا ساحر ولا دجال هلعب رامية التماس محمد شكري يرجع لخارج الملعب وادي احتسب حاكم اللقاء ركلة المرمى لنادي الزمالك اتنين النادي الأهلي واحد الزمالك هيلعب ياسين السيد ياسين يلعب طويلة طولة الأمامية عند حسين فصل حسين من الجانب الايمن يعلق يلعب العرضية يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا عادل على التمركز السلام يا عادل على التمركز الجيد خرج الياس نزل زياد طارق معها تبديل في أرض الملعب في الأدوار زياد طارق هيلعب كجناح حجومي أيسر ومحمد شكري يرجع يلعب كزهير أيسر بك شمال للنادي الأهلي 2-1 وراكل حرة لنادي الزمالك ورشدي أشرف أو يعني زي ما هو حب اسم الشور هاني هيلعب حسين فصل تلعب تسند ودي التصويب ودي حائط الصد من أحمد السيد يرجع مرة تانية عادل لازينهم عادل عادل السلام يرجع مرة تانية العرضية عدت تمركز جيد من منعب يلمس فخري لو لمس أو سند لكن يضغط مرة تانية النادي الأهلي المرتدة السريعة يلا شباب لكن ما طوع تصويبة من يحيى مفتاح تصويبة خارج الملعب رميت ركلة المرمى لصالح النادي الأهلي هيلعب مصطفى شبير يلعب شبير طويلة طولة الأمامية شطافة فوزي مرة تانية سمعين الكابتن عام رانور بيقول للاعب النادي الأهلي الكرة التانية يا شباب يلعب مرة تانية وليد ويغير الملعب تلعبت عندي زياد طاري زياد موليد ألفين زياد يلعب العرضية العرضية لكن التشتيت من لعب نادي الزمالك خارج الملعب رمية التماس يرجع مرة تانية عبد الرحمن مانو مانو خارج الملعب رمية التماس لصالح النادي الأهلي يرجع يرجع رمية التماس فارس طاري يرجع راكل حرة ولا احتسب راكل حرة من غير ما تفكر محمد شوكري من غير ما تفكر راكل حرة راكل حرة لصالح النادي الأهلي للاعب محمد شوكري شوف محمد شوكري والركلة الحرة للنادي الأهلي يلا يا شوكري استعيد ذكريات الماضي الجميل هيلعب محمد شوكري راكل حرة وحائب بشري من لعبي نادي الزمالي يلا يا شوكري هل يعملها محمد شوكري هنشوف محمد شوكري مميز محمد شوكري شوكري يلعبها يا ولد يا ولد يا شوكري لعبها محمد شوكري ولكن بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد أنديل برجعها مرة تانية حاكم اللقاء يرجعها مرة تانية حاكم اللقاء راكلة المرمى لصالح نادي الزمالي تلعبت طويلة منعم لكن رجدي يرجع مرة تانية نادي الزمالي محمد محمد فاخري عدى وانطلق زياد 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 يطلع فارس فارس أصبط يا راجل لعبها أرضية أرضية ولكن خارج الملعب محمد خارج الملعب راكلة ركنية لصالح النادي الأهلي شوف الركنية للنادي الأهلي ركنية وشوف محمد شوكري بالتخصص يا حبيبي محمد شوكري رايح للركنية القدم اليسرى على لقاء بيلفز أنفاسه إلى خيرة الأهلي والزمالي وهذه محمد فاخري محمد فاخري العبها بسن القدم يعني تراخي شوية يا شباب يضغط مرة تانية الرجولة ولكن هندبول لمسيت يد تلعبت سريع والنادي الزمالي يلعب لكن فارس طار يرجع فارس ويلود فارس حسام حسن يرجع مرة تانية ويلبن حسين فيصل حسين حسين يرجع لحسين فيصل حسين عايز يعلق يلعب العرضية شبير يمسيك كورتو شبير شبير بكل ثقة بكل أمان هدي الملعب شبير عايز يلعب طويلة طولة العمامية يلعب في اتجاه زياد استلام بكتنة مهرة من مهارات عادي زياد طارق زياد عاد وانطلق زياد انطلق زياد زياد اتتدخل زياد 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 ممشي حدوة تاني زياد يسند مصطفى فوزي يرجع لزياد مرة تانية زياد طارق زياد يعلق يلعب العرضية حسام حسن سندها مرة تانية عند فخري فخري وادي وقفة كده من محمد فخري هذه واقفة اعتقد معها قرار هذه وقفات هذه وقفات هي جيل بيسلم جيل يا جماع من رمضان لمحمد فخري وهدي هدي احتكاك من لعب نادي الزمالي نوع من انواع استخدام المهارة يا جماع هذه نوع من انواع استخدام المهارة دينا وقفتين لرمضان ووقفة لمحمد فخري وكان فيه وقفة لهشام شعبان ودي وما ننساش كبرئ هاب أمين ودي محمد ناد حاكم اللقاء سيطر على الموقف ولكن دايما يا جماعة ثقافة اللعبين تتغير ونوع من أنواع استخدام المهارة مفاش أدنى مشكلة إيه المشكلة ليه إحنا اللي بنعمل مشكلة يا دي وقفة من محمد فخري إيه المشكلة هيلعب محمد فخري ودي نظار اللعب نادي الزمالك ونشوف محمد نصير حمد الله على السلامة نصير نشوف نصير ورقة ودي نظار ليه اللعب يوسف محمود ودي نصير الورقة البديلة ليه النادي العلي يعني كلها يا جماعة زي ما قلت لحضراتكم بتبقى نوع من أنواع استخدام المهارة ليه اللعبين نوع من أنواع استخدام المهارة في تين اللي رمضان وقفة لشام في اللقاء قمة الشباب ودي وقفة من فخ فاش مشكلة يا جماعة فاش أدنى مشكلة خالص هادي محمد فخري وهادي نصير هيطلع أحمد السيد وينزل نصير حمد شكري وراك للحرة لصالح النادي العلي هيلعب أحمد السيد خرج أحمد السيد ابن من أبناء صيد المحلة هو هينزل محمد نصير نصير وراعب ديلة اللي بمنتصف ملعب النادي العلي عادي محمد شكري يلا يا شباب يختم اللقاء بانتصار وبفوز هل بيدور على هدف الثالث لعب النادي العلي ودي محمد شكري يلا يا شكري شكري يعلق يلعب العرضية الرأسية مش ممكن يا راجل مش ممكن كانت هتبقى فرصة هدف ثالث وقتل اللقاء ودي مصطفى فوزي ودي هادي احتكاكات ملاش اي لازمة يا شباب احتكاكات ولا لها اي لازمة ودي انتظار لمصطفى فوزي ودي انتظار تاني كارتة احمر انتظار تاني وكارتة احمر ليه اللعب مصطفى فوزي ودي مصطفى فوزي خلاص يا مصطفى خلاص يا مصطفى اطلع يا مصطفى مصطفى فوزي هيطلع مصطفى فوزي خلاص امتثل لقرار حاكم اللقاء مصطفى فوزي يا الله مصطفى عادي حاكم اللقاء حاكم اللقاء محمد ناد خارج مصطفى فوزي كلمه داري النادي لألي أحمد عبدالل عيد أحد الإداريين الجفاء والمميزين يبدأ مرة تانية نادي الزمالك خارج مصطفى فوزي فخري بقى لو ضغطوا لأمس فخري روح يا فخري روح يا راجل انفراب فخري فخري رايح هو وقول هو وقول لا يا فخري لا لا ملاك شعاق يا فخري قومتنا يا راجل وأطلق صافرته حاكم اللقاء محمد نهاد بفوزي النادي لألي في قمة الشباب على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف أحرز هدفي النادي لألي الناب وليد مصطفى ومحمد فخري مبروك للنادي لألي ولجهازه الفني قادي مظاهر الاحتفال قادي الاحتفال وقادي الانتصار صورة تعودنا عليها صورة تعودنا عليها مع لعب النادي لألي ومع جمهير النادي لألي في كل مكان وفي كل البطولات فريق اول ناشئين كالعادة احنا متعودين على الانتصار متعودين على البطولات صورة مش جديدة مبروك للعب النادي الاهلي وجهازهم الفني الاهلي يحلق في السماء حلق في الصدارة يحلق في الصدارة منفردا ويحلق بيه 47 نقطة يعتلي بيهم الصدارة علشان يرفع رصيده لنقطة 47 نادي الزمالك يتوقف رصيده عند النقطة 32 في المركز السادس وزي مقولت لحضراتكم تشابه في الظروف في الفريق الاول النادي الاهلي الاول في المركز السادس فريق نادي الزمالك اتقرر امر مرة تانية والاهلي في الصدارة والزمالك في المركز السادس اعزائي المشاهدين اعزائي المتابعين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي تقينا على المحبة والخير والسلام وفي الختام تقبلوا مني خير السلام كان معكم معلقكم الرياضي فاروق صلاح هترككم في رعاية الله وأمنة تقيكم في لقاءة قادمة سريعا هنروح لقناة النادلالي ونشوف بعد فاصل ستوديو التحليلي ستوديو ملعب الأشبال الكابتن أسامة حسني والكابتن إبراهيم عبدالصمد والكابتن أحمد بلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته